قمت بحل اللواء كامل وتسليم سلاحي صدام الجمل في قفضة الأمن العراقي الجمل الذي كان والي منطقة شرق الفرات في تنظيم داعش يعتقد أنه شارك في عملية حرق الطيارة الأردني معاد الكساسبة قبل ثلاث سنوات في جريمة هزت العالم بأسره ذهبت في الصباح إلى الدولة الإسلامية الجمل الذي ظهر في وسائل إعلام عراقية متحدثاً عند هاليز تنظيم داعش قال إنه التحق بالتنظيم في 2013 في مدينة البوكمال السورية كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل أبرز متزعيمي تنظيم داعش الإرهابي صدام الجمل وسائل إعلام عديدة كانت قد أعلنت في 2016 مقتل صدام الجمل ليتبين لاحقاً عدم صحة الموضوع خشار المتلاحقة التي أملي بها تنظيم الدولة الجمل المولود عام 1987 كشف أن تنظيم داعش يعيش حالة من الانقسامات بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مؤخراً خسرانه كثير من الموارد التي كان يحصل عليها من الآبار النفط وغيرها هناك انقسامات كثيرة داخل التنظيم وانشقاقات وصراعات داخلية فقد الكثير من مقاتليه الإرادة على القتال صدام الجمل الذي ولد في مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور على الحدود السورية العراقية عمل في تهريب التبغ بفضل موقع البوكمال الجغرافي على الحدود بين العراق والسوريا فتعرض للاعتقال من قبل النظام السوري عدة مرات عبد الرحمن العصيمي العربية لو شفر الواقع الواقع اشترك طرق الواقع 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 شكرا